تحديث التعليم الأخضر اهتمت مملكة البحرين في ربط مناهج التعليم بقضايا العالم ومن بينها البيئة التي تعتبر من القضايا ذات الاهتمام الدولي لتتبنى البحرين التعليم الأخضر وتطوير البرامج والمقرارات الدراسية برؤية جديدة المؤسسات التعليمية الخضراء بشكل عام نستطيع أن نجملها هي المؤسسات التي تتبنى في جوهرها الحفاظ على البيئة بشكل عام بحيث تكون صديقة للبيئة وهي المؤسسات التي تتبنى وسائل تعليمية ومناهج تعليمية بيئية وفي نفس الوقت تتبنى أو تنفذ برامجها التعليمية من خلال المباني أو الهيكلية التي تنسج مع البيئة يسهم التعليم الأخضر في التنمية الاقتصادية من خلال إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المؤسسات بما يسهم في تحقيق مبدأ التنوع الاقتصادي من خلال الاستثمار في الوسائل التعليمية الخضراء أي ظاهرة اقتصادية أو أي ظاهرة تكون موجودة في داخل المجتمع أو أي توجه جديد هذا التوجه نحن كاقتصاديين نقول بأنه سيساهم في إدارة العجلة الاقتصادية أنا لكي أحقق مؤسسات تعليمية خضراء أنا بحاجة إلى الاستثمار أولا في رأس المال الفكري أو الاستثمار في رأس المال البشري رأس المال البشري من أجل أن أستثمر به معناها أنا بحاجة أن أنمي الطاقات أو الثقافات الموجودة لدى المجتمع وجود مثل هؤلاء الكوى البشرية المؤهلة ستساهم بشكل محدد في تنمية ما يعرف بـ Green Strategies أو الاستراتيجيات الخضراء للشركات عندما يقومون بالتخرج مملكة البحرين حريصة على مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستمرار في إطلاق حزم من البرامج والمشروعات التي تعزز من جهود الاستدامة في المملكة